وهي دي المهارة المهمة جدا 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 اللي بتوصلنا للسعادة الزوجية وعشان نبقى عندنا حسن الإنصاط لازم نعرف إن لغة الست غير لغة الرجل فلازم نتعلم اللغتين الست تتعلم لغة الرجل والراجل يتعلم لغة الست علشان لما نسمع نفهم مراد اللي بيتكلم فأنا هقول لكم قاعدة واحدة بس من قواعد فاهم لغة المرأة وفاهم لغة الرجل فالمرأة دايما لها دافع أساسي وراء كل حاجة بتعملها سواء كلام سواء فعل يعني لما تعملك صنية البطاطس لما تعملك أي حاجة في دافع أساسي وراء ده ويجي معها ده وفع تاني الدافع الأساسي هو إيه؟ إن هي عايزة تشعر بالأمان إنها لما تعملك ده هتحس بإن هي مرأة كاملة لما تقولك على فكرة أنت وحشتني هي بتقولك عشان تتأمنها فالدافع الأساسي عند المرأة هو ماذا؟ هو الاحتياج للأمان أما الدافع الأساسي عند الرجل بقى فهو الاحتياج للتقدير لما بيجي يحكي لزوجته عن متعبه في الشغل هو مش جاي لها عشان تحلله حاجة هي جاي لها عشان تقول له إحنا من غيرك ولا حاجة وناقصنا كم مليون حاجة يا حبيبي وحشتنا في غيابك عننا عايز تقدير عايز تقدير فلما هي تفهم إن هو محتاج تقدير وهو لما يفهم إن هي محتاجة أمان اللي اتنين يقدروا يفهموا الكلام أنا قلتلكم قاعدة عاملة كده زي بدايات الأبجادية إن انت تعرف شكل الحروب بتتكلم زي هي دي ده اللي بيسموه الخط النازم للغة المرأة والخط النازم للغة الرجل ولزيك اللي تيجي الست تقوله على جوزة إيه ده عايز يعمل أي حاجة أفضل أعظمه ما خلصه قلتله شكرا أو عايز يحس إن هو له قدر عندك ولذلك إحنا عن ساعتكم شوية في الإجراءات اللي ممكن لو عملناها شوية خطوات كده لو عملناها ممكن توصلنا إن إحنا نكون من أهل هذه المهار مهارة الإنصالات الزواجي الرشيد فتعالوا لكم أول خطوة أول خطوة حاجة مهمة جدا 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 إيه هي علمهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خطوة إنك لما تيجي تكلم زوجتك أو لما تيجي تكلم زوجك التفت بجسدك كله والتفت بجسدك كله ليه ما تكلمهاش وإنت مديلها ظهرك ما تكلمهاش وإنت باصص الناحية التانية ده غلط يبقى تتوجه بجسدك كله في اتجاهها ولزيك كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا ده جزء مهم جدا فدي أول خطوة الخطوة الثانية أن أنت لما تيجي تكلم زوجتك بص في عينيها لما تيجي تكلمي زوجك بصيله في عينيه يبقى أول حاجة أن أنت تتجه بجسمك كله تاني حاجة أن أنت تبصوا لبعض فالانتباه بيبان أوي 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 لما الواحد يبص بوجهه وفي عينين من يحدثه بيسموها كتب الإنجليزية eye to eye contact الاتصال عبر العين فزوجات كتيرة بتشتكي مثلا من زوجها أنهما مش بيسمعها والزوج يقولها إزاي ده ما أنا سامحك يقولها فكرة أنا سامحك فهي تقوله إزاي بتسمعني وإنت ماسك الموبايل وإزاي أنت أصلا سمعني وإنت مش بصصلي هقول لكم حاجة كانوا بيعلمونا زمان وإحنا بتعلم الخطوة من زمان أوي يقول لنا صوتك بيوصل للمكان اللي أنت بتبص ليه حاجة غريبة أوي يعني أنت لما تبص بعيد كده صوتك يوصل لبعيد كده ليه؟ فيه ارتباط ما بين الكلام وما بين النظر فعشان كده لازم نبص في عينين بعض ولزايك أنا وبكلمكم دلوقتي نظر في عينين حضرتكم فأكثر شيء ممكن يستفز شخص إن هو يحس إن اللي بيسمعه مش منتبه معاه بكل حواسه وعشان كده لما الإنسان يكون مشغول وإيه اللي حاصل؟ بيكلم حد وهو بيكتب أو بيكلم حد وهو يبص أو يكلم حاجة هو يحس إن هو بيتعامل معاه بنص دماغه وهو ما يستحقش إن هو يسيب اللي في إيديه ولزايك كتير من الأزواج وكتير من الزواجات يقول لبعض سيب اللي في إيديك وانتبه معايا إحنا حتى لما بنيجي نتعامل مع أولادنا نقول له سيب اللي في إيديك وبصلي إحنا بنعملش كده وعشان كده أزواج كتير أو زوجات كتير بيشتكوا من ده بيشتكوا من إيه؟ إن الستة بتعمل حاجة في البيت وهو بيكلمها فبيشعر إن هي حتى لو مستمعاه فهي مش مهتمة بيه حتى لو هي سمعاه هوي مش مهتمة بيه أقول لكم حاجة أنا أقول لكم كرجل ممكن ده يعمل إيه في نفس الرجل هوي حس إن هو مش مهم وإن هو عندها مش إن هو لما بيجي يتكلم هي قلبها مهتم بيه ولذلك لو لقى حد تاني بيبصله في عينه وهو بيكلمه ممكن يكون أثره سلبي جدا 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 عليه